المصارف وأصحابها استفادوا من هذا الوضع والمتعطيل بلشوا يتصرفوا بأصولهم و بأموالهم يمروا لبعض يبيعوا كيف مصرفين مثلا عودة و SGBL كيف بيحققوا أرباح خيالية بهالسنتين بتاريخهم مش محققينة والناس عم بتموت وصحاب المصاري عم بتموت المصارف كسرت مجلس النواب السلطة التشريعية كسرت السلطة التنفيذية يعني الحكومة كسرت السلطة القضائية كسرت النقابات ونقابة المحامين بعد فيه شوية ناس كمتحدون ولا غيرهم ما عم يسكتوا بدون يسكتوهم ومن هون بلشت أنا بقرار الشطب بالأول نحنا بوضع إبادة جماعية ونحنا تقدمنا ضد المصارف بشك وقدام مجلس حوق الإنسان بالأمم المتحدة وصار فيه إيجابة رسمية وبعض ناطرين يتحركوا إذا هلأ ما تحركوا والأمين العام قال بونزي سكيم والناس كلها عم تقشر عليهم طبقة فاسدة أين تبدون يتحركوا الناس عم بتعاني خلاص بطل فيها بالنسبة للقاضي غادعون عزيزي أنا محامي عندي ملف هي مدعي عام جبل لبنان بروح يعني بجيب مدعي عام من المريخ تحملت معه اشتغلت بالدليل وقت القاضي غادعون أخطأت وسيست ملفة وملفات أخرى أخذنا موقف نسحبنا من العمل معه ودعينا عليها قدام التفتيش القضاء وقدام مجلس القضاء الأعلى يعني أنت عم تأكد لي القاضي غادعون مسيسة مية بالمية بدون شك وحمل ميشيل مكتف أكتر ما بيتحمل عرفت كيف بس ما أنت كنت رأس حربي فيها أنا ملفة يعني له راحتك طحامت شركة أخي لحظة أنا أنا القاضي أخذ قرار مشيت معه ما تتخيل ملف شهرين ضايع عم ينلعب فيه خطأ اللي صار من غادعون إنه تركت الكل وراحت لهنيك كان أنا بقلك كنت موهم إنه نحن ما أعطانا الدياتا مصر في لبنان ينقل أموال شركة مكتف منروح ونحصل على الدياتا ما كنت أنا متوقع التشفي السياسي اللي صار من فريق غادعون والمحيطين فيها يكون بهالشكل وبس شفنا هيك نحن ما منقبل المساواة بالظلم عدالي أنا ما عندي شي لا شخصي ولا سياسي لا عم كتف ولا على المدة عليهم كلهم لو هالملف ضبط واشتغلت صح غادعون من الأول كان هلأ أزمة الدولار وأزمة العملات وأزمة المودعين ما صارت هالأد نحرت غادعون أرادت أو لم ترد قضية المودعين بالصميم الخبراء المفترضين اللي انتحلوا صفة واللي إجوا وفرضوا التيار أوكي للأسف أنا ما بعمن كمان لأنه وين ما كان فيه منح ومش منح لحظة التيار فرض خبراء زي فين خبراء ايه الخابرين الأساسيين أدي عزار ودايفيد سلوم اللي معينين أصولا والمشهد لهم هاودي ما مضيوا على تقرير مكتف هاودي أبعدوا وأحرجوا ليحل محلهم خبراء لا يرتقون إلى صفة الخبير ومضيوا على تقرير مشكلهم مضي حتى اللي جبتهم غادعون في منهم رفضوا يمضوا ما عليها بدي أحكي أنا وقت رحنا عند غادعون القاضي غادعون تعرف شو كانت تقول لي تراجعوا عند دعوة هونيكة ضلت شهرين ما مشيت بالدعوة لانتراجع تعرف ليه بدهم يحتكروا عملية النايل من الرياض سلامة أو شي لا ليمسكوا الورقة وأنا عندي معطيات ما بدي حكيها هلا ويساوموا عليها وصار فيه سفقات ومساومة لأغايات سياسية حوق المودعين وين طعنطي يا قاضي المودعين بضهرهم ليش ما وقفت حدا ليش ما وقفت حدا مزبوط ليش ما فيه منع سفر مزبوط ليه ما حدا تحاسب بكل هالمهزل اللي صارت هلمصيبي هالإبادة ملف مكتف مع الخبر انه كان عطاولة الرئيس ماكرون باجتماع مع مئاتي ومع جايرو وكانوا عم يحكوا بمين بدوا يخلوا في مصر في لبنان هالقد عم يستغلوه ترجمة نانسي قنقر